قلق أممي ومحلي حول تزايد أعداد النازحين من قضاء سنجار غربي الموصل باتجاه الجبال بعد هجوم تنظيم داعش ومحاصرة في تلك المناطق الوعرة منذ يومين معظم الفارين من سطوة المسلحين من الطوائف الأيزيدية والمسيحية والتركمان ويعيشون حالة إنسانية صعبة في عالي الجبال دون ماء أو غذاء أما الذين لم ينجوا فقد تعرضوا لإبادة جماعية وهدك الأعراض على يد المتطرفين بقول نواب عن الطائفة الأيزيدية في حديث هاتفي مع الحرة قتل، هدك الأعراض، نهر، شارقة، قراب البيوت لن يبقى الأيزيدلان مهددين للإقراض هناك ثلاث مجموعات الأيزيدية ليهربوا على الجبال محاصرين من كل جاء الذي عربوا نزحوا لأقلين كردستان وبدأ نزحوا لأقلين كردستان إلى مراطق الكربية في سوريا وتؤكد المعلومات من مسؤولين في الهلال الأحمر العراقي أن تنظيم داعش فتح سوقا للسبايا من غير معتنقات الإسلام بعد أسرهن من ضمن عوائل أتو بهن من قضاء سنجار إلى تلعفر مع وجود عمليات قتل جماعي للمواطنين من غير المسلمين موضحين أيضا تعرض موظفي جمعية الهلال الأحمر هناك لمطاردات وقتل من قبل تنظيم داعش هناك أوضاع إنسانية كارثية الآن تمر بها مدينة سنجار وبعد دخول داعش إلى مدينة سنجار اقتادوا عدد كبير من هذه العوائل الموجودة في سنجار إلى تلعفر مئة عائلة الآن محتجزة لدى داعش في مطار تلعفر بعد أن قتل جميع الرجال في هذه العوائل هذه العوائل هي يزيدية ومسيحية وتركمانية الآن محاصرين عدد آخر محاصر في منطقة الجبل تقريبا بال300 أو أكثر من 300 شخص محاصرين على الجبل وتحت الجبل موجودين عصابات داعش والآن القتل بالجملة في هذه المناطق بالإضافة إلى وجود عمليات سبي لعدد كبير من النساء العيزيديات وبيعهم في أسواق خاصة الآن مفوضية حقوق الإنسان كشفت عن ارتفاع عدد النازحين من قضاء سنجار إلى أكثر من 200 ألف نازح والمساعدات الإنسانية لم تصل بسبب الطبيعة الجغرافية الصعبة ما أدى إلى تصعد حالة الوفيات إلى 25 طفلا وشيخا كبيرا المفوضية على الحقوق الإنسان قلقة جدا على موضوع النازحين وخاصة النازحين اليزيديين المتعلقين بجبال شنجار حيث ناشدنا أكثر من جهة دولية ومحلية والحكومة العراقية بإيصال المساعدات بأسرع وقت إلى النازحين والعالقين بجبال في منطقة أطراف سنجار وزارة حقوق الإنسان من جانبها أكد توفر مواد الإغاثة لكنها تواجه صعوبة في إيصال الإمدادات اللوجستية للعوائل المحاصرة في الجبال النزوح من سنجار كان نزوح كبير والآن التقديرات غير رسمية بحدوث 70 ألف قد صعدوا على الجبل وهذه المنطقة مقطوعة باتجاه أقليم كردستان أيضا لأنه ربيعة من السيطرة عليها لذلك الآن الحكومة منذ يوم أمس وإلى الآن تبحث عن طريقة لإيصال المساعدات والإغاثة بشكل عاجل إلى المواطنين بالإضافة إلى أنه الآن أزمة جديدة وهو نزوح جماعي من سهن نينوة للمكون المسيحة الذين سبقوا أن قاموا بالنزوح وكذلك الشبك وحتى المواطنين القاطين الآن تقريبا نزوح كبير باتجاه أقليم كردستان فنحن أمام أزمة ظهورة أن تبذل الجهود خاصة مع حكومة أقليم كردستان والقضية تدخل في حسابات حقوق الإنسان وليست حسابات سياسية زياد نهاد الحرة بغداد